متابعيني الأعزاء على قناة InfoTech4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مروة سليمان والنهاردة إن شاء الله حنتكلم عن موقع Flawlessly.ai هذا الموقع هو Free AI Writing Checker ممكن أستخدمه بشكل سريع عشان يصلح لي الجرامر تقدر تحط التكست اللي أنت عايزه استخدامه بشكل مجاني تماماً وكمان مفوش تسجيل دخول يعني مش لازم تعمل أكاونت عليك علشان تستخدمه بيفيد في حالة الاستخدام السريع عايز مثلاً تبعت إيميل وتتأكد إن كل اللي كاتبه في الإيميل صحيح في الحالة دي استخدامه هيكون أسرع وقفيد ليك ومش محتاج تخش تسجل حساب عليه كلها عليك إن انت هتختار التون الخاص بالتكست سيمي فورمل أو فورمل أو كونفرساشنال تون لأن انت ممكن مش بس تحط إيميل انت ممكن تحط تكست أرتيكال بلوج حتى لو كانت طويلة ستوريز كل ده ممكن أنك انت تعمله مسخ في الجزء ده وبعد كده بتبتدي تقوله correct this أنا هختاره فورمل بما إن أنا جايبان من السي وحبتدي أقوله control V وبعد كده هقوله correct this بعد ما قلت correct this لحظياً أعطاني كتابة صحيحة للتكست اللي أنا حطيته حيبتدي إن هو يعملي correct دي التكست اللي أنا عملت له نسخ داخل المربع أو المستطيل الوقت اللي اخده في عملية التصحيح 2.8 seconds عشان كده قلت لك في بداية الفيديو نوع بيستخدم في عملية تصليح أو عمل fix the grammar بشكل سريع مش بس كمان كده أنت ممكن كمان تستخدم الأوديو أول ما حدوس على الأوديو هتبتدي إن أنت تسجل بس الأول حيطلب بينك استماح بأنه هو يأكسس على المايكروفون الخاص بالجهاز اللي أنت بتستخدمه تعالوا نجرب مع بعض الموضوع ده حفتارد إن أنا عايزة أكتب لحد أقوله سعيدني إن أنا أعمل improve أو أطور اللغة الإنجليزية بتاعتي هو هنا قال له هنا زي ما إحنا شايفين هو صلح لي الجرامر وكمان صلح لي الطريقة اللي أكتب بيها الجمل الكلام ده تم في قد إيه وتم في one second كل اللي عليك إن أنت هتبتدي تأخد التكست ده copy وتروح تحطه بقى في الإيميل أو المحادثة اللي بينك وبين شخص طبعا ما تنساش بس تغير التون بتاعك من هنا كل مرة تحط فيها التكست على حسب نوع التكست اللي أنت هتحطه ده بالنسبة الموقع flowlessly.ai زي ما قلت لك في بداية الفيديو حطت لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو أتمنى تكون مستفدتم من الفيديو النهاردة على قناة InfoTech4U وزي ما بقول لكم في نهاية كل الفيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم من متابعين الأعزاء تنساش لايك والشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته